اشتركوا في القناة خلينا في البداية نوضح الخطوات اللي اضمن بيها ان المود ده يشتغل معي لازم اعمل اوبديت لثلاث حاجات اوبديت للويندوز والجي بيو درايفر والجيم نفسه لازم افعل الهاردوير اكسليريت جي بيو سكاديولينج لان في بعض الالعاب مش هتشتغل الاو الخيار ده متفاعل لازم اعمل ديس ايبل اي اوفر لي لستيم او ابك لازم اعمل بيك اوب للسيف دي جيم بتاعتي وبعد كده مسح واخر حاجة هنقل الملفات من المود بتاعي للفولدر اللي في اللعب الابديت الجديد مختلف شوية عن الابديت اللي قابله الابديت الجديد هتلاقي عندك اربع فولدر فولدر باسم fsr2 و fsr2.1 و fsr2.2 وحتلاقي فولدر كمان باسم الفيكش جي بيو عشان نشغل الابديت ده محتاجين نعرف اللعبة شغالة على اي اصدار من fsr سواء 2 او 2.1 او 2.2 هيزغر دلوقتي قدامك كل الالعاب المدعومة بالاصدار بتاعي بعد كده هتنقل الملفات من الفولدر للنعبة جنب منافذ تشغيل على طول هتلاقي بعض الالعاب جنبها نجمة واحد ودي لازم تاخد الملفات من فولدر الفيك جي بيو زائد فولدر اصدار fsr هتلاقي برضو الالعاب تانية جنبها نجمتين وده معناها ان اللعبة مش هتشتغل الا ما تفعل خيار الهاردوير اكسلريتد جي بيو سكاديولينج يعني الخيار لو مش موجود عندي الالعاب دي مش هتشتغل معي مثال لعبة زاويت شرسري شغالة على اصدار 2.2 وجنبها نجمة معناه ان انا هاخد الملفات من الفولدر المكتوب عليه fsr 2.2 انقله لللعبة ومعاي تمان الملفات من الفولدر المكتوب عليه fake جي بيو اخر حاجة لو اللعبة مشتغلتش معايا يبقى هنقل الملفات من fsr اللي زي اللعبة بالزبط زائد الملفات اللي موجودة في الفولدر المكتوب عليه fake جي بيو اشتركوا في القناة دلوقتي هسيبكم مع الابديت الجديد عشان تشوفوا الاداء بتاعه مع اكتر كارت منتشف في مصر وتسأل تعليم بارح هو كارت الRX580 هرد على بعض الاسئلة اللي تسألتها كتير جدا مبارح الابديت مفوش اي ضرر على الجهاز لان الجهاز بيرندر على روزوليوشن اقل وبيعمل اوبسكيل فالحملة بالتالي بيقل على كارت الشاشة طيب اختار من الاعدادات fsr ولا dlss هي هتختلف حسب الكارت بتاعك سواء AMD او انفيديو ولكن اسهل طريقة جرب ده وجرب ده وشوف هل في فعل افريمات ولا لا طيب اللعبة بتقسل لوحدها هنجرب نمسحتين السيف دي جيم او نجرب الخيار بتاع الفيس ار زائد الفيك جي بيو جوابنا خلاص على كل الالعاب المدعومة كده فاضل ايه الجي بيو المدعومة الابديت الجديد بيقول انه بيشتغل على كلك وتشش اسادكم دلوقت تشوفوا فرق الاداء وهبي جيمينج ترجمة نانسي قنقر موسيقى ثمăng موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعم! محف محف! نعم! نحن نحن لديك ايش! لن وقع لأتحدث! أجل أجل تفضل ذلك قريبًا لنصفحه يبدو أنه قدرة بالقبل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل يجب أن نصل إلى المعارضة المعارضة اشترك المعارضة المعارضة أبداً 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 يجب أن أشعر أنني أشعر في المنزل توقيت أنت من المنزل؟ أبداً أبداً سانتاً أيضاً نعم، ليس من هناك ولكن الطريق المنزل من نفسنا سنجد أن نجد أخر طريق أبداً أبداً سنجد أن نحن 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 رمپارت أمود؟ أمود؟ رمپارت أمود؟ رمپارت أمود؟ 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 لتأخذ سنجد تأخذ لأن أبداً أمود؟ لكن الأنوبات الجميع تحدث المترجم للقناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تتعرف الموضوع كنت في المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لقد أحبتها فقط لم يكن لقد أخذتها وقد أخذتها أخذتها كنت تدفع تعالى بها تبقك على فكرة أعطي لقد أعرف على طريق أعطي ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي